شغال الشيطان بكل قوته في أبناء المعصية كلمة أبناء المعصية عن الأبناء اللي عندهم استعداد أن يعصوا أقوال الله فيشوف واحد بيعصى الله وهو العاصي فيتحد معاه وده اللي بنشوفه طلع لنا منتج اسمه عبادة الشيطان طلع لنا منتج ولسه وبيحاول يشكك في أقوال الله وفي كلمة ربنا وفي الكتاب المقدس ويسوع المسيح حذرنا لما قال لعله عندما يأتي ابن الإنسان ثانية هل سيجد الإيمان على الأرض وبولس يقول لا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الإذن عشان كده بيقول الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا يا ما الشيطان استلمنا ولعبينا الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا خلوا بالكم كل إنسان منقاد بثلاث قوة كل واحد ليه ثلاث ألسنة لسان الجسد ولسان النفس ولسان الروح إيه هو لسان الجسد الغرائز اللي بيقود جزادنا الغريزة والغرائز عديدة غرائزة الجوع غرائزة الشهوة كل دي اسمها غرائز الجسدية الغرائز الجسدية متطلبات الجسد اللي هو بيلح وعايسها فيه لسان اسمه لسان النفس لسان النفس اللي هو الغضب والطمع والكبرياء والحقد دي لغة النفس اللي عايزة تبعد عن ربنا فيه لسان الروح اللي هو الضمير والضمير ده لما بينحرف ويبقى ضمير غاش دول اللي بيحاولوا يحاربوا الإنسان جسديا خطايا جسديا نفسيا خطايا نفسية روحيا خطايا روحيا حتى فيه سفر أشعية لما يخطب النفس البشرية اللي بيدعوها خطبها بتلت كلمات أيتها الزليلة أشعية 54 أيتها الزليلة المضطربة غير المتعزية لأن الخطيئة بتزل الجسد وتخلي النفس تضطرب وتخلي الروح تفقد تعبزيتها وتعيش في الفتور والجفاف أيتها الزليلة المضطربة غير المتعزية ها أنا زا أبني بالأسمة حجارتك أنا هغيرك هخليك إنسان جديد فابوليس الرسول بيقوا نفس الكلام إحنا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار أصل الجسد يقابل فكر الفكر الجسد ده عامل زي شاشة التلفزيون وبعدين الفكر ده هو الفلاشة اللي هتطلع المعلومات على الجسد لما يكون لكم فكر المسيح الجسد هينور تغيروا عن شكلكم بتجديد أسهانكم لما نفكر أفكار شهوانية وجلسة تصهر على جسدنا في هيئة النجاسة